بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب ان شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الرابع لمكرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده جماعة نتكلم عن نون فانكشن ريكوارمنس كلاسفيكيشنز. اللي هو ايه تصنيف النون فانكشنر ريكوارمنس. تعالوا نشوف مع بعض. بنقول يا جماعة في النون فانكشن ريكوارمنس كلاسفيكيشن بنقسم النون فانكشنل التالت اجزاء رئيسي. اللي هي البرودكت ريكوارمنس. ارجنيزيشنال ريكوارمنس والاكستيرنال ريكوارمنس. ببساطة يا جماعة يعني ايه بروودكت ريكوارمنس? معناها متطلبات المنتج وفيها معناه ان احنا هنسلم المنتج ده بطريقة محددة او بطريقة معروفة. ازاي? يعني المنتج ده هيتسلم او هيتنفذ ولكن ها بطريقة. زي ايه? زي مثلا لابد ان الاكسيكيوشن تايم بتاع وقت التنفيذ يكون في وقت محدد. لازم يكون مسلا هذا الايه? هذا التسليم يكون مارن. مارن يعني ايه? ممكن يكون ايه? ها? اي اي ديفايس يقدر ها? يستخدمه. معايا? ممكن ياخد المنتج او ياخد الاوبوت وهو قاعد على اي ديفايس او اي جهاز وهو قاعد في بيته. معايا? ممكن يكون ايه ها? ممكن يكون افيلابل وهكذا. ازا كلمة بروودة ريكوارمنس معناها متطلبات المنتج ولكن بطريقة محددة زي مثلا سالمسال الاكسيكيوشن سبيد. سرعته. ها? سرعة تنفيذ وقدي ايه? طيب هناخد مثال دلوقتي ورده عليه. من المنتج نهل سيكر سيستم. طيب بالنسبة الورجنيزيشنال ريكوارمنس. مقصود بها ايه? مقصود بها المتطلبات المؤسسة نفسها. المؤسسة لها بولوسز لها ايه? سياسات بتتباحها. لابد ان السياسات دي تكون متحققة في ايه? في النظام اللي انت بتبنيها. معايا? اه بنقول بقى ايه? ارجنيزيشنال ايه بولوسز. سياسات النظام لازم تكون متحققة. ايه كمان يا جماعة? اكسترنال ريكوارمنس ومعناها متطلبات خارج خارج بقى المؤسسة. والمؤسسة ايه اه 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 بعيدة عنها هي مش محتاجها لكن هي متطلبات ايه خارجة عنها. وزي على سبيل المثال تكون ملزمة ببعض القوانين والايه والاعراف لازم تقوم بها. تمام? اه بنقول عليها لو ميكينج. جميل. تعال نشوف امثلة مع بعض. البرودات ريكوارمنس. احنا قلنا البرودات ريكوارمنس نكون بنسلم المنتج لكن بطريقة خاصة زي مسلا السرعة. مش كده او الزمن او الطايم. طب بناخد مثال في المنتان الهيلسي كير سيستم. بنقول ايه? زا منتان الهيلسي كير سيستم شال بي افلابل تو اول كلينيكس ديورينج نورمال وركنج اوارز من الساعة من امتى من الماندي تو فرايدي. خلي بدك بقى. اه اه تسليم امتى? في وقت محدد. يعني مرتبط بزمن. بإكسكيوشن طايم. بوقت تنفيذ. اه في الحالة دي يا جماعة. في الحالة دي. بنقول ان ده اسمه ها متطلب لاوظيفي. بالنسبة لمن? ها للبرودات ريكوارمنس. معاي? وايه كمان شوف كمان? داون طايم وزن نورمال وركنج اوارز الشال نوت اكسيد فايف ساكنز ان ايني وان دي. يعني ايه? يعني ايه? الداون طايم يعني وقت الايه? وقت لما يكون ايه? الخدمة غير متاحة. ما تزيدش عن مين? عن فايف ساكنز ان وان دي. ازا في الحالة دي يا جماعة بتحدد سرعة. اش كده? بتحدد طايم زمن. طيب. بالنسبة بقى جماعة للارجونيزيشن ريكوارمنس. المتطلبات الايه? ها? ايوا المتطلبات اللي هي طبعة المؤسسة او الطلبات المؤسسية. وده بيقولك ايه هي? بتتبعها على المؤسسة عشان تنفذ ها? تنفذ الرولز بتاعتها وايه? وايه? والخدمات اللي بتاديها. طب ايه هي مسلا على سبيل المتطلبات المؤسسية اللي المؤسسة محتاجة تقوم بها كبولوس لها. كسياسة لها. مثلا انها تحمي بيانات المستخدمين. صح? اه. فاذا يقولك مثلا في المنتن هيل سيكير سيستم. اليوزر زوف منتن هيل سيكير سيستم. اه. لازم يكون لكل واحدهم السرية وخصوصية. مش كده? يوزنج زيل هير سوريتي ايدنتفاي كارد. كل واحد يكون معها ايدنتفاي كارد. ازا سياسة الحماية الخصوصية والسرية دي اتمنين ها? سياسة مؤسسية. يبقى دي رقم اتنين. متطلبات مؤسسية. طب احنا قلنا مثلا ايه? بتبقى خارج اطار المؤسسة. وبتكون مفروض عليها بقوانين ولواقح. وايه? واحنا قلنا اتفقنا على سبيل المثال زي مثلا سياسة حماية الايه? البيانات 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 اللي بتتباحها بعض القوانين وايه? القوانين والاعراف الدولية زي مثلا اقولك ممنوع مثلا انك انت بطلع بيانات المريض خارج المؤسسة. كل ديت بنسمها اكستيرنر في الكورمس او متطلبات خارجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.